موسيقى لما يسب سيدنا ومولانا الصحابي الجليل كاتب الوحي معاوية ابن ابي سفيان وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الاخيرة بعد اذنك لان هسيبه هو شخصيا لسيدنا معاوية ليه؟ يعني سيدنا معاوية عشان تعرف ان ان هذا الرجل لما الشيعة تبدأ بسيدنا معاوية لانه هو السطار والسبيل للتشيع سب سيدنا معاوية هو الخطوة الاولى الذي لا يعرفه هذا ولا تعرفه الحسينيات ان سيدنا ومولانا محمد ابن سيدنا علي اللي بسمى الحنفية ترضى عن اليزيد ابن معاوية وترضى عن سيدنا معاوية اولئك الصحب الاجلاء بعد اذنك لو سمحت هذا الامر يهدد استقرار مصر ولا بد ان يتم الابلاغ عن اي مكان بيدرس فيه او الحوزات او التشيع بهذه الصفة يا اساس وائل هذه كلمات يقولونها باللسان فقط اشهدوا ان لا اله الا الله يقولون بان الامة هم اسماء الله الحسنة يا اساس وائل هؤلاء يتكلمون بشهادة الله لا اله الا الله ليستخطبوا الضعاط بعد اذنك لو سمحت هؤلاء يتكلمون بس خليني مع حرية الاعتقاد لا بعد اذنك لو سمحت حرية الاعتقاد باصولها حرية الاعتقاد لها اصول لا انا مش هسمي اللي بعمله ياسر الحليف ده حرية الاعتقاد لا نهائي نهائي ولا اي حد ولا بهذا اللفظ الشنيع لابد كل التسعين مليون المسلم الوسطي والمسيحي المعتدل ان يتقدم ببلاغ غدا في هذا الرجل الذي سبت صهره